مرحبا، اليوم أحوضح لكم كيفية إنشاء أو تحديث عناصر المخزون باستخدام بلت ريبورت لذلك يتم شرح تحميل عنصر المخزون في قسم التحميل على صفحتنا الإلكترونية لذا إذا ذهبت إلى تسايد وصفنا مختصرا ما يمكن القيام به عند تحميل العناصر المخزنية يمكنك على سبيل المثال إنشاء عناصر مخزنية من قالب عنصر أو يمكنك إنشاء عناصر من عنصر موجود في نفس المنظمة أو يمكنك أيضا تعيين العناصر إلى مؤسسات إضافية من القائم الرئيسي ويمكنك أيضا استخدام رفع العناصر لتعيين العناصر إلى الفئات وما إلى ذلك طيوني أوضح لكم كيف يعمل ذلك لذلك سابعا تستخدم منصة OpenAbility لإختار تحميل العناصر وهنا عندي قوالب افتراضية قد قمنا بتحضير بعض القوالب للمجالات الوظيفية المختلفة لأن عناصر المخزون عندها العديد من الخصائص لذا إذا فتحت أحد هذه القوالب أو إذا قمت بإخراجه ونظرت إلى القالب تلاحظ أنه إنشاء العديد من الأعمدة 310 أعمدة مختلفة يمكن تحديثها لتسهيل الأمر على المستخدمين قمنا بإعداد هذه النماذج المختلفة مثل الشراء والاستلام على سبيل المثال يمكنك أن يكون إنشاء العديد الخاصة بطريقة مشابهة لـ Blitz Report يمكنك إنشاء قوالبك الخاصة وتهليد الأعمدة التي ترغب في رؤيتها والترتيب التي تريدها وما إلى ذلك بحيث يمكنك لكل مستخدم القيام بذلك نبدأ بإنشاء عنصر جديد هنا لديك عادة وضع تحميل هذه التحميلات ما يمكنك الإيمان الذي يحدث في القيام به يمكنك إنشاء عناصر إذا اكترت إنشاء ويسوف يتم فتح ورقة Excel فارغة يمكنك البدء في إدخال البيانات فيها يمكنك أيضاً اختيار إنشاء أو تحديث وما ينكل الاستعلام عن البيانات الموجودة أو إنشاء سجلات جديدة في نفس الوقت وهنا في تحميل عناصر المخزون عندنا أيضاً وضع التحديث فقط لمنع المستخدمين من إنشاء عناصر جديدة عن طريق الخطأ لعونا نختار وضع الإنشاء والمنظمة الرئيسية هي V1 لذلك يدعونا أولاً تفحي ورقة Excel شيفونها قيدة للتشغيل إذا ما هي تشوى ملف Excel اللي سامو حيات Borders Macro عندنا الأعمدة الصفراء هي الحقول المطلوبة والأعمدة الرمادية الإختيارية لذلك خلينا نسوم بإنشاء عنصر جديد لأن لنكل عنصر تجريبي 9 سينريد إنشاءه أولاً في الرئيسي ونحتاج إلى وصف وصف العنصر التجريبي الوصف إياه مثل هذا يعامنا نرغب أيضاً في إنشاء العنصر في المؤسسة M1 أيضاً ويجب أن يتم تخصيصه من المنظمة الرئيسية مثل هذا قانون تحقق مما إذا كان جميع الحقول المطلوبة متوفرة يمكنك حفظها ومن ثم رفع الملف لذلك سلعين سوم بتمنى الملف بيجيانس يتم سيله فيبدأ في المعالجة وهنا عند الزر الثاني شو حالة طلب تعداد المستودع فاتظهر إنه قيد التشغيل ويشكل أساسي ما يتم سيله أنت معالجة الملف المرفوع في جدوى الواجهة المفتوحة ثم يتم تشغيل عملية الواجهة المفتوحة فمجرد الانتهاء من ذلك يفتح ملف إكسل مرة أخرى لعرض النتيجة إذن هاي سيتش النتيجة يتم الإنشاء بنجاح لك هنجد العنصر اللي الآن في المنظمة في 1 و M1 خلينا نلقي نظرة على كيفية ذلك أغلق النموذج وافتح العناصر الرئيسية وأبحث عن ذلك العنصر الآن هنا عندنا العنصر الخاص بنا وهو مخصص أيضا للمنظمة M1 هذا هو إنشاء عنصر جديد لكن واحدة من فوائد Blitz Report هي أنك تدع بسهولة تحديث العناصر الموجودة لذا لنفترض أننا ما نرغب في إنشاء نود أن تحديث العناصر أو يمكننا الاحتفاظ بوضع الإنشاء أو التحديث يمكنه القيام بكل الأمرين إذا أردنا تحديث عدد كبير من العناصر فإنه من الأفضل اختيار عدد أكبر من العاملين بالتوازي لأنه يمكننا تنفيذ التحديث بالتوازي لنفترض أننا نرغب في تحديث جميع المشتريين الافتراضيين لمنظمة V1 والتي هي المنظمة الرئيسية ذلك نود أن نحدث كل شيء جميع البنود حيث يكون المشتري السيد ريتشارد فوكس إلى شخص آخر لذا ممكننا أولا استعلام جميع البنود واللي تمثل جميع السيد البيانات ليفوهاي حوالي ألفين سجل والآن مين عمود المشتري؟ هنا المشتري الافتراضي طينا نفترض أن نود تحديثه إلى شخص آخر السيد كارل بلومبرغ لذلك يمكننا تحديث العناصر ثم نحفظ الملف ونسن برفع الملف بالكامل إلى الخادم مثل هذا والآن نياز بيت أكبرك اللي ينسوا أولا يقوم المعالجة بأخذ البيانات من ملف إكسل ثم يكسمها إلى عشرة دفعات متوازية اللي حددناها هنا بلو استقوم بتشغيل عملية الواجهة المفتوحة من أوراكل بشكل متوازن عشر مرات وفي النهاية عند اكتمال تشغيل الدفع المتوازية الأخيرة أعرض المفتوحة فنشوف الوضع قيد التشغيل ذلك يعني نشوف الآن يتم فتح ملف الإخراج أو ملف النتيجة يظهر السيج سيلينجا نفعي كده وش نظرنا الآن إلى أي من هذه العناصر نبغي إنشو أن المشتري يتم تحديثه إلى كارل بلومبرج لين يتحقق من العناصر دعنا نستعلم أحد تلك العناصر لنقل شكرا على سي المشاهدة ترجمة نانسي قنقر